أنت عزيزي برج الثور ستبدأ صفحة جديدة صفحة بيضاء صفحة جديدة لأنك ترى الأشياء الآن بمنظور مختلف أراك إيجابي بزاف جميل 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 أراك قوي أراك إيجابي أراك سعيد في الحقيقة أراك تبتسم وسعيد ولا تفقد الأمل جميل أنت عزيزي في هذه القراءة أرى أنك تقول لعقلك أسكت أسمت أخرص إخرص كما يقولون في مثل إخرص يا أليل الأدم هذا ما تقوله لعقلك لأنك عزيزي كنت غارقا في تفكير مستمر نفس التفكير نفس التفكير وهذا كان يخلق لك إرهاق وتعب نفسي ومدمر لكن قلبك قال كافة أسمت يا عقل وأنت يعني أراهنك أنك يعني قوي بزاف عزيزي برج الثور لأنك أنت الآن تقوم من تحت الرمال لتبحث عن سعادتك وسلامك فيما يخص الرزق أنا أرى هناك كذلك هناك تقط الرزق الرزق السماوي أنا أقول الرزق السماوي طبعا نتكلم عن المادة وما هو دنياوي لكن أنا هذه طريقة إيمان هناك رزق وبركة السماوية كذلك هناك انتظار أو وصول مقدار معين من المال ميراث أو لا أدري من أين لكن أو مجهودك أو بعد مجهودك أنت لكن أرى الرزق نواصل فيما يخص طاقة عزيزي برج الحمل عفوا عزيزي برج الثور الثور أراك قويا نعم أنت قلت لعقلك إخرص والقلب الآن من يتحكم والروح وأنت أخرجت هذه القوة التي في روحك الجميلة وقمت من تحت الرمال وتبحث عن سلامك ووئامك وسعادتك والآن أنت أنت تسبح شوفوا الكارت من جديد يعني الكثير من الخير والرزق وخا فيما يخص الحالة يعني المادية وخا شوفوا الله جميلة بزاف وتتكرر يعني العدالة تتكرر جج مرات أنت الله سيعطيك ما تستحقه الآن ما كنت تنتظره منذ زمن بعيد وخا فيما يخص الحالة المادية والعاطفية كذلك ده بس غد نشرح لكم وخا الحالتك المادية في هذا الشهر ستكون قوية وخا أرى يعني مداخل مهمة ستكون يعني من العمل أو من ميراث أو هادايا سماوية لا ندري من أين ستأتي وخا لكن أرى هناك يعني رزق في هذا الشهر فيما يخص طاقتك أنت عزيزي برج الثور أنت تسبح في الهدوء السماوي أنت عفوا أنت تسبح في الهدوء السماوي والحب الإلهي رزقك في السماء وسينزل لأن الكرد تتكرر وخا تتكرر هناك رزق واسع هذا الشهر فيما يخص الحبيب هذا الحبيب بعيد لكنه سيقترب سيقربه الله لأن هذا ما تقوله يعني هذه كرد العودة وكرد العدالة العدالة السماوية يعني لم يكن عدلا أن يكون هذا الحبيب بعيد وهذه الكرد تتكلم عن العودة بجوج عودة هذا الحبيب لأنه يحبك نعم هناك مشاعر قوية الله سيقرب منك من جديد هذا الحبيب لأن هذا الحبيب يعيش في حالة قلق يعيش في حالة قلق بدون شمسه هو يوم بدون نور ليس فيه نور شوفوا هذا الحبيب قد تكون طاقته ترابية أسد عفوا ترابية ثور مثلك جدي أو عضراء وقد يكون كذلك طاقته قد تكون هوائية نعم هوائية ونارية قد تكون هوائية ونارية كذلك لكن المهم هنا هي الترابية مثلك صور جدي أو عضراء لكن كذلك الهوائية دلو ميزان وجوزاء وكذلك النارية المهم هنا هي الترابية والهوائية كرطة جميلة بزاف هذا الحبيب يعيش كلنا في حالة قلق وسيتصل بك هذا الحبيب سيتصل بك لأنه يحتاج للتحدث معك يحتاج لأن يقول لك شيء مهم هذا الحبيب لديه مشاعر اتجاهك مشاعر قوية شوفوا هذا الحبيب لا يعرف أن يعيش بدونك هذه الوضعية صعبة هذه القراءة غريبة عزيزي برج الثور لكن الحبيب لديه شيء مهم ربما يريد أن يقول لك سامحني لكن هناك سيتصل وهناك كلام مهم أنت بعد معاناة كبيرة ستنتهي هذه المرحلة بفضل العدالة فهي تتكرر العدالة السماوية أنت لا تستحق هذه المعاناة أنت ستشفى وكذلك أرىك قويا وبفضل هذه القدرة والعدالة السماوية أنت ستشفى روحيا وخا ستعالج نفسك بنفسك بفضل هذه الطاقة بفضل طاقة الشمس القوة وخا تخرجها وكذلك هذه الكرة تعني أنكما لا يمكنكما يعني الشمس والقمر لا يمكنكما أن تعيشوا منفصلين لذلك العدالة السماوية ستقوم بعملها وخا هذا قد يكون حبيبي توأم روحك ولا أدري ماذا حصل وقع انفصال انفصال والعدالة ستعيده والقدر سيعيده إلى طريقك وخا هذا ما تعنيه هذه القردة القمر والشمس والقمر يعني بحلق الصالح كتها لكم لا يمكنكم يعني حب أبدي لا يمكنه العيش بدونك ولا أنت حبيبي أنت محظوظ هذا الحبيب يريد العودة وسيعود لكن أنت شفيت عاطفيا وروحيا والآن أنت قوي لمواجهة هذه الحقيقة والآن أصبح الطريق سهل يعني يسهل المشي في هذا الطريق أنت الآن قوي عزيزي وهذا جميل بزرد وهذا الحبيب كما قلت يريد العودة أنت محظوظ بزاف وأنت لا تعرف ذلك أنت فقط ربما تركز في المعاناة وفي التفكير لكن لا ترى الأشياء الكثيرة التي وهبها لك الخالق وخا أنا أرى الكثير من الخير والرزق شوفوا مش حال دي هذا يعني الرزق المادي الكثير وخا في هذا الشهر أنت الآن مستعد أنا أراك بفضل هذه القوة أنت مستعد لتكون الآن سعيدا أخيرا ستكون سعيدا بفضل كل الهدايا السماوية بفضل عودة الحبيب وبفضل أنك عالجت وشفيت نعم الشفاء الذي قمت به بنفسك وخشفيته روحيا وعاطفيا لكن بنفسك أنت تستحق الخير والسعادة وهذا ما سيصلك هذا الشهر عزيزي برج الثور راح تسفر البعض منكم سفر لمكان بعيد والبعض الأخر ربما رحيل وخا رحيل يعني من منزل إلى آخر أو من مكان إلى آخر لكن أرى الحركة الكثير من الحركة وخا حبيبي كما قلت أنت الآن يعني بفضل هذه القوى وما سيحصل لك في هذا الأشعر أنت ستفتح وردة حمراء في قلبك لكن عليك أن تشكر الله أولا على كل ما لديك فلديك أشياء كثيرة جميلة في حياتك الفرحة ستعود لحياتك وخا سترفع طاقتك الإيجابية وخا كانت قراءة جميلة عزيزي برج الثور لنرى ما هي رسائل ردينا أخذ ثلاثة ديال الرسائل من رسالة من ملائكات الحب من قراءة جميلة عزيزي برج الثور غمض عينيك واخذ نفس عميق تنفس هواء السماء الزرقاء والشعر بالسلام الذي هو موجود هناك وكل شيء ينير يعني كل شيء يصبحك النور يعني شوفوا تتكلم عن العلاج الشفاء السحري الذي سيحصل لك شيء يعني سبحان الله ما قلته لك شوفوا العلاج السحري تقول لك العلاج السحري سيحدث بداخلك وهذه هدية من الملاك الذي يحرصك الله على قراءة شحل زوينة الله على ميسر شحل زوينة كن إيجابي كن إيجابي وتخيل أرسم يعني بخيالك هذه الوضعية التي تريدها في حياتك فهذا سيحدث التي ويعني يعني أرسم ما تريده لكن بحب وبنور بنور الروح يعني بإيمان قوي وبحب وبإخلاص وخا لأن حبك لديه لديه قوة كبيرة في التأثير وتحويل الأشياء في المستقبل طبعا نتكلم عن ما هو إيجابي والآخرة تقول أشعر أن النور يحيطك أو يغطيك الملائكة من جديد تتكلم عن الشفاء سبحان الله تتكلم عن الشفاء عن الوئام والساكينة لأن هذا سيبعد هذا الإعصار وسيجعل الشمس وأنا هضرت على الشمس تكلمت وركزت في الشمس سيجعل شمس حياتك يعني الشمس ستنير حياتك للأبد كن واثقا الإيمان من جديد ثق بالله كانت قراءة جميلة بزاف لا أعتقد إن كنتم يعني تحتجون لأن أدعو معاكم لكن سأفعل يا الله أغمر قلوبا كل يعني أحبابي من برج الثور أغمر قلبهم بالحب بالسعادة وافتح أبواب الخير يا الله وأبواب الصبر الصبر كذلك والأمل وأتمنى لكم أرواحي الجميلة الطمأنينة والسلام وهذا الشفاء الروحي الذي تكلمنا عنه يعني القراءة كانت تكرر أن هناك شفاء روحي وعاطفي وبفضل ذلك أنت سترتفع ذبذباتك سترتفع يا الله وستحقق كل أحلامك وستنادي على الحبيب وعلى توأم الروح وعلى قمرك وعلى شمسك إذا كنت رجل فهي قمرك وإذا كنت مرأة فهو شمسك وخمث للقصة التي حكيتها لكم رغم أنه العكس يعني بالعربية الشمس هو الزكر لكن هي العكس الشمس هي الطاقة الذكرية والقمر هي الطاقة الأنثوية كانت منالكم الخير أحبكم كثيرا شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر